عامل كبير جدا جدا بداية من حارس المرمى طبعا كبير محمد الشتناوي عليهم عامل كبير جدا جدا ما حاولوش لعبة النادي الاهلي استفزاز الجمهير في أي حاجة سواء لعب بقوة أو لا يبقى فيه حماس وإن شاء الله بإذن الله المباراة يعني تتلعب فيه إطار من الروح الرياضية وأعتقد أن طبعا النادي الاهلي استقبل استقبال كبير جدا وحافل من العلاقات دايما جيدة بين مصر وجزائر وبين الأهلي وبين فرق الجزائرية وشوفنا زيارة مهمة لأعضاء مجلس دارة النادي الأهلي للتحاد الجزائري لكرة القدم وهي دي كرة القدم وهي دي اللي بتقرب دايما ما بين الشعوب وما بين الأندية والنادي الأهلي ده دوره دايما يعني عايز أقول كمان حاجة مهمة جدا جدا آه إحنا لسه ما صعدناش للنهاية وزيارة مهمة أيضا لمقام الشهيد كمان عايز أقول إن احنا آه لسه ما وصلناش يا أحمد للدور النهائي إن شاء الله بإذن الله قربنا بس لازم نحط في دماغنا إن إن شاء الله عندك مباراة ومباراة إن شاء الله يعني مهمة في النهائي فالناس اللي عندها انذارات تاخد بالها من الانذار هناك عشان الانذار ده ممكن يبعد بعض اللعيبة تغيرت دلوقتي بقيت 3 انذارات مش انذارين اصلا ممكن أنا بكلم عن الانذارات في المباراة الوحدة النقطة اللي قالها كابتين حشيش مهمة في ايه تفاصيل دايما صغيرة بتفرق احنا النهاردة طرد لعب مهم جدا فريق وفاكسطف هنا في مباراة هنا سهلت لنا الدنيا انت كنت متقدم قبلها وبتوصل لكن برضو بتديك افضلية فدايما تفاصيل صغيرة لازم اللعيبة تخلي بالها وتخلي تركيزها طوال 90 ديئة دكتور سابت بكرة وفاكسطف شكله هيبتدي زي المباراة موسيماني مفروض يتعامل زي مع الشكل الممكن وفاكسطف يبتدي به وأولا أنا شايف المباراة لسه بكرة صعبة زي ما قلت الحلقة ان احنا طول عمرنا كنادي اهلي بنفكر في رقم اثنين قبل رقم واحد بكرة جمهور عندهم متعصب يعني قوي جمهور بيملي الملعب حماسي جدا ده مهم جدا انا كابتل اسامة بكرة أول عشرين دقيقة دي مهم جدا احنا شفنا ليفربول لما كسب فيها ريال 2-0 ويدور في